بيها ان احنا بلدنا بخير حاجة كده بتخليك تصك في اللي منك قوي حاجة تخليك تديهم كل اللي عندك تديهم من قلبك تديهم من مجهودك ما تستخصرش فيهم تود دروس وتجيب من الدروس تقعد تذكر لده وتقوم من ده تساعد ده تعمل لده حاجة حلوة قوي يعني يمكن الجزء اللي يخص ميادة جزء يمكن الدولة المصرية شورت عليه قبلنا كلنا يمكن ست الرئيس نفسه عبد الفتاح السيسي قالها كده قدام الدنيا كلها قال لما بيبقى عندنا ولد ولا بنت من زيوة الاحتاجات الخاصة تبركت البيت الكنز بتاعك تستخصرش فيه ابدا ساعده وجهه سنده لان هو اكيد هيخرج منه حاجة تبهرنا كلنا هتكلم عن البنات بقى لما تبقى شطرة وزكية وكوية وقد المسئولية هتكلم عن لما يشرفوا ابقهم وامهاتهم هتكلم عن لما بينزلوا حتى سوق العمل وبينجحوا وبيتقال فيهم كل خير هتكلم عن لما بيجبروا في السن ويبقى كل بنت وولد عارفين ان امهم دي ستة قوية ستة كتشطرة في شغلها هتكلم لما بتبقى جدة ويجي بقى ابنها يجيب لها حفيد او بنتها يجيب لها حفيد تقول لها ايه تلاقيها بتشارك في تربيته او في تربيتها ما بتسيبهمش ليه لان هي طول الوقت تعودت تدي طول الوقت تعودت ان هي تساعد اللي جنبها طول الوقت تعودت اللي هي تبقى ما يتسيبهمش لوحدهم تديهم تنورهم تحليهم هسمع كل قراءكم وكل مداخلاتكم لان يمكن من الفقرات اللي بحباها جدا واللي بتطمن قلوبنا وبتوجهنا كمان لما انتو بتدخلوا تكلمونا بنعرف الحمد لله اللي احنا مشين صح وان احنا قد المسئولية على مدار الايام بتثبت ان كل اللي بيحصل يعني شاء السماء العليم تيجي البنت دي بابا يمامتها يبقوا عارفين هي اللي مشرفوهم هي اللي رفع رصهم هي اللي محلياهم تسوى ايه ان مبايي الاب ما يبطلش رانه طول الليل من كل الناس اللي يعرفها وبيقولوله مبروك نجاح بنتك كم بنت في حياة ابوها وامها مصدر طاقة وامان ليهم كم كم بنت بتفضل تطبطب وتراعي وتكمل للاخر حاجات كتير قوي كم اب بيبقى قاعد بيقول لبنته روحي ربنا يخليكي لي روحي يا رب ما تحرم منك روحي ربنا يجعلك سند من لي بيبقى مبسود بدا في النجاح البنت ما بتفرقش عن الولد لا خالص في الحنية البنت ما بتفرقش عن الولد لا خالص في الجدعانة والسند البنت ما بتفرقش عن الولد خالص لما بتبقى في موقف ولا حد في مستشفى من العيلة ولا حد في مقزك ماد دي ولا ويبص جنبهم يلاقوا أخت عامة خالة حد منه قوي يدي بدون مقابل دي بناتنا دي بناتنا مش الفير شاب ولا بيهنشوفه كتير على تيك توك لأ احنا كفي اعلام مسؤولين وقدامكم اولا انه ربنا قبل كلكو كمان بنيبقى مسؤولين انه لازم دي بقى موجودة عشان ولادنا تشوفه وبناتنا تشوفه الاب دا بيبقى مفسوط بالبنت دي جدا هستقبل كرة الفناكو من داخلاتكو هسمع كل قراءكو هسمع تجابربكو هسمع صموتكو انه لان في الاخر بتبقى النتيجة محسوبة كل ام واب لما بيبقى فيه مجهود كبيرة عمل وتيجي كل ام واب بتقوله يمكن الجبل دي ما بنقولهاش بس تبقى حقيقية بيبقى هو بيقولها شكرا على تربيتك وهي بتقوله شكرا انك شاركتنا ودعمتنا ما بنقولهاش بس قلوها قلوها علشان طول الوقت يفضل البيت دا حلو بناسه باللي فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤنسات الغاليات هو سمانة كده ما بنقولش ابدا ان الولاد مش حلوة لا والله هي ابدا بس كمان البنت حلوة حلوة في كل حاجة بقى حلوة لما تبقى فلحة ونكحة وجدعة وحنينا حلوة لما ام بتقع في المشكلة تجري تمشك الموبايل تكلمها شوفي فلانة عمل ايه او فلانة عملت ايه حلوة لما تبقى شورتها حلوة بتنجي حلوة لما تبقى زكية وبتفهم حلوة لما تلمي الناس ما تفرقهاش حاجات كتير قوي انا لغبت اقولها يمكن يعني انا لو قلت تلت تربع ستاتنا كده ابقى ظلمت والله ابقى ظلمت بصوا عليهم بقى لما بيجبروا تبقى كده مثلا طلعت على المعاسف شوية في منصب مهم كده يفضلوا ولاتها فاكر لها وتحكي البنتها يعني الابنة دي تحكي لحفيدة الست دي او تحكي لحفيدها او الابن يقولك ماما دي كتأشتر واحدة في كذا ماما دي طول عمرها بتصحى الصبح تعمل لنا الفطور تنزلنا مدرسة تلبس بسرعة وتروح تروح الشغل ترجع من الشغل تعمل الغداء تتابعنا في الدروس وبعدين شوية كده ونقعد كلنا تذكر لنا وندخل لنام ماما دي كانت طول الوقت اسمع عنها ان هي اهم واحدة في مكانها طيب ولي ما اشتغلتش ما تقلش والله ما تقلش ادت من حننها استخسرت في نفسها وادت ولتها يا ما امهات تعليمهم بسيط جدا وتلاقي ما شاء الله تبارك الله عندها بتاع 3 اربع مناصب حلوين كده اللي مستشار واللي زابط واللي دكتور واللي مهندس كتير ادتهم من عمرها ادتهم من حياتها ادتهم من القرش اللي فقتها كانت تستخسروا في كل حاجة لكن ما تستخسروش على ولادها فبيبقوا يجبروا يتباهوا بيها اكتر ما يتباهوا بنفسهم كل الحاجات دي بتباين من الاول كم بنت بتبقى شايلة بسئولية كبيرة ومش عايزة تحمل بابا ومامتها عشان ما يزعلوش عليها كم بنت بتبقى بتجري ونفسها تفرحهم مش لنفسها بس لا هم اهم كم بنت بتبقى بتمر في اي ازمة وتيجي تقول بلاش اقول لهم عشان هم بيزعلو بابا عنده سكر ماما عنده ضغط حشل ازمة انا هشيله هعدي ان شاء الله ولما تعدت لقيا بقى قاعدة بتحكيله وبقى بتقول له انا مريت بكذا ومرت بكذا ومرت بكذا يعني يا جماعة بصوا على المشوار ده بنظرة تانية بنت زي دي تستحق مننا كلنا كل التقدير والاحترام يمكن انا وكروا برنامج صد البلد قلنا ده اصعب مشواره احنا لان فعلا كان فيه مدقات كتير ومرتفعات ومنخفضات ولكن لما شفناك يا ميادة فرحنا قوي اني شفناك فرحنا فعلا كل واحد فينا اتمنى في يوم الايام ربنا يبقى له من سنده ومن ظهره وابني لي او بنتي لي زيك حبيبتي ربنا يوفيك والف مبروك عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة